السلام عليكم ازايكم ادكاترة يارب ان شاء الله جميع عمكم خير فيديو جديد ومحاضرة جديدة معانا من محاضرات الجنرال فيسيولوجي واللي هنفهم سوما بعض يا شباب من خلالها ازاي بيحصل جنريشن للنيرف امبلس ازاي بتتولد الاشارة العصبية وما نسميها بالأكشن بوتينشيال الأكشن بوتينشيال واحدة من اهم محاضرات الجنرال فيسيولوجي واللي للأسف الشديد كتير جدا من الدكاترة اللي بتخرجه ومن الكلية تيجي تسأله يعني اكشن بوتينشيال ما يعرفش ودي مصيبة لان انت هتحتاج المعلومات يا جماعة اللي هنقولها النهاردة ديت سواء بعد كده ان شاء الله في الكارديو والإيس جي جزء بتاع القلب هتاخده كمان في المسلز والنيرفز وغيرها فالتالي يا جماعة جزء ده يعتبر مهم جدا فعايزة كده تصلي على الحبيب عليه الصلاة والسلام وتعالى سريعا نسترجع الكلام اللي قلناه في المحاضرة اللي فاتت من باب تربيط وتثبيت الأفكار أول حاجة ببنائيا بعد ما تصلي على الحبيب عليه الصلاة والسلام الفيديو اللي فات كان بعنوان ريستينج ميمبرين بوتينشيال يعني ايه؟ يعني فرق الجهد اللي بيحصل على سطح الميمبرين ديورينج الريست قال لي اي خلية في جسمي يا جماعة ها دي خلية قدامك هاي الخلية دي يا جماعة بيبقى جواها سائل بنسميه انترا سيلر فلويد صح؟ وبرها سائل بسميه كسترا سيلر فلويد السائل يا جماعة دي السائل اللي موجودة دي التوان جوه او بره تركيز الايونات اللي فيها مختلفة عن بعضها يعني هلاقي مثلا ان فيه بره صوديم صوديم وده موجبه كتير جدا في حين انه هو جوه قليل على النقيض هلاقي البوتاسيوم هنا اللي هو الموجب جوه اكتر من بره طيب امال الاشارات السالبة ميلي الكولور هيبقى بره اكتر من جوه والبروتين يا شباب هيبقى هو اللي جوه اكتر من بره يبقى شايف الاختلاف في تركيز الايونات سواء السوديم والبوتاسيوم والكلور وشوية البروتينز اختلاف يا جماعة الايونات ما بين بره وجوه بيولد عندي فرق في الجهد او بمعنى تاني فرق في الشحنة لو جيت جماعة مجموعة الشحنات اللي موجودة بره دي وجامعة مجموعة الشحنات اللي موجودة جوه دي يا شباب هأفاجأ ان في فرق في الجهد هيبقى عندي الرقم اللي بره اكتر من الجوه اكبر من الجوه عشان كده بنقول مع بعض بيتولد بيوتولد على سطح الخالية من هنا فرق في الجهد كهربا الكهربا دي بتبقى من بره وجب هه ومن جوه ايه ومن جوه سالب حد يقول لي يا دكتور عشان مجموعة الشحنات اللي بره اكتر من مجموعة الشحنات اللي جوه بقد إيه تقريبا؟ قال لي والله عشان نحسب كلمة بقد إيه دي محتاجين جهاز اسمه الفولت ميتر جهاز اسمه يا دكتور فولت ميتر جهاز الفولت ميتر ده بكل بساطة عباره عن جهاز بيبقى ليه 2 إلكتروتز بقى ما حطت واحد منهم جوى الخلايا واحد منهم على بره ويبدأ الجهاز يا جماعي يقسلي الكهرباء اللي بره مجموعة الشحنات اللي بره ويقسلي مجموعة الشحنات اللي جوه ويترحم من بعض لو افترضنا مثلا إن مجموعة الشحنات اللي بره يا جماعة تحوالي تقريبا بصطف مية تمام ومجموعة الشحنات اللي جوه هتبقى تقريبا بصطف ثلاثين جميل كده يبقى كم فرق الجهد بقى يبقى فرق الجهد تطرح الاتنين من بعض كده مية ونص ثلاثين فيها كام فيها السبعين بس هلي أقول سبعين كده واسكت آه يبقى لازم أقول سالب سبعين ليه سالب سبعين لأن أنا باخد إشارة ما داخل الخلية أشوف إشارة اللي جوه وابديها إشارتها يبقى المجس أسألك سؤال كام قيمة الميمبرين بتنشل الأعصاب هتقول لي سالب سبعين طب هقولك ليه هتقول لي ثلاث أسباب أول حاجة إن اختلاف تركيز الآيونات من بره الجوه ده اللي عمل يا جماعة فرق في الجهد تاني حاجة إن حتى الآيونات هي متوزعة بشعار فتعد النصية التانية ليه الميمبرين يا جماعة عنده خاصية يسميها Selective Bremability النفازية الإختيارية دي اللي منع الصوديم إن هو يدخل ومنع البوتاسيوم إن هو يهرب وهكذا طيب افرد بقى إن فيه شوية صوديم دخله وشوية بوتاسيوم طلعه يبقى هنا حصل خلل لازم أرجعه عن طريق مين صوديم بوتاسيوم بومب يبقى كان عندي موابة موجودة في السلم من برين هنا وصفتها شوية البوتاسيوم اللي طلعوا يتدخرهم تاني وشوية الصوديم اللي دخلوا يتطلعهم تاني ده باختصار كده حاجة اسمها صوديم بوتاسيوم بومب بترجع كل حاجة في مكانها بالضبط كده ماشي كلام ده كله أخدنا المحاضرة اللي فاتت النهاردة بقى أنا أكلمك على إيه صلي على الحبيب عليه الصلاة والسلام أهو نقادي الأجزن بتاعنا اللي مرة التانية هوب نرسلمه مع بعضها ركز معايا في اللي هيحصل دلواتي يا شباب قادي جوه الخلية وقادي بره الخلية طيب قلت لك إن الحالة الطبيعية اللي هي أثناء الرست ها نكتب دلواتي هنا أثناء الرست دلواتي نيورنج الرست يا شباب المفروض إن بره بوزتف صح كده وجوه نيجاتف جميل يعني إيه يعني مثلا مجموعة الشحنات بره وليكن موجب مية لكن مجموعة الشحنات اللي إيه ناسف خلينا بس نزبط كده موجب مية ومجموعة الشحنات هنا يا جماعة جوه الخلية مثلا موجب تلاتين فبالتالي الفرق ما بينهم كام هنا سالب سبعين سالب سبعين ده فرق الجهد كده طيب إيه اللي هيحصل بقى دلواتي يا جماعة قلت لك إن الأعصاب دي اكسايتابل تشو يعني أنسجة لو تعرضت إلى عامل مثير هتبدأ تدي رسبونس أو بمعنى تدي تغير في الكهرباء إزاي؟ تعالي نضرب مثال لو أنا جبت بطارية ركز معاي جبت بطارية وطلعت القطب السالب بتاعها لو القطب يا جماعة اللي بيحط عندي إلكترونز حالو كده يبقى توصلت السلك الكهرباء على العصب بتاعي دلوقتي المفروض المفروض إن الخلية موجبة من بره ومن جوه سالبة إلا هيحصل بقى هيبدأ يا جماعة الموجب اللي بره ده والسالب اللي جوه هيبدأ الموجب ده يتراكم عليه شوية سالب آه يبقى بدأت إن أنا أزود السالب اللي موجود بره الخلايا فبدأ ما يبقى يا جماعة مجموعة الشحنات اللي بره الخلية موجب 100 هتبقى تقريبا موجب 80 موجب كم يا دكتور بره الخلية موجب تقريبا 80 في حين جوه الخلية سابتة ما تغيرتش ولا حاجة هي موجب 30 مجموعة الشحنات ما تغيرتش يبلاحظ معاي أن أنا جبت يا جماعة سلك الكهرباء استيميلوس هو ده الاستيميلوس هو ده العامل المثير حطيلي شوية إلكترونز على سطح الخلية من بره سالبة بدأ يلعب لي في الإشارة أو مجموعة الشحنات اللي بره الخلية بدأ لما كانت موجب 100 بدأت تقل لأن أنا حطيت إشارات سالبة فبقيت موجب 80 كده حد يقدر يقول لي كام قيمة البوتينشيل بتاع الممبرين سهلا يا دكتور اطرح 80 نقص 30 فيها تقريبا 50 طب سالب ولا موجب يا دكتور سالب لأن ما زال يا جماعة جوه الخلايا هو اللي أصغر من بره يبقى كده باكتصار كده لحد الوقت البوتينشيل بقى سالب 50 بص معي بقى في الحتة دي مهمة جدا أو لما وصل يا جماعة لسالب 50 أو سالب 55 في الرنج ده بتدق عندي بوابات موجودة على السلم ممبرين هنا بوابات موجودة على السلم ممبرين تحس بالكهربا اللي بتحصل على الخلية تحس إن فيه كهربا تغيرت بدلا ما كانت سالب 70 بقيت سالب 50 بنسمي البوابات دي إيه voltage channel ركز معايا اسمها voltage channel كلمة voltage يعني إيه يعني تستجيب التغير في الكهربا البوابات دي بتاعت مين بقى بتاعت السوديم آه ركز في الكلام ده السوديم يولد موجود فين أكتر موجود بره يبقى تعال كده نرسم بالون ده السوديم موجود يا جماعة بره بكمية كبيرة فأول ما البوابات دي تفتح بسبب التغير في الجهد ها هتبدأ تدخل السوديم جوه كتير الحق الحق إلا هيحصل السوديم يا جماعة شايل إشارة مجابة ونتيجة إنه هيدخل بكميات كبيرة فجأة لأن فجأة البوابات اتفتحت له فجأة الممبرين بقى راضي عنه وقال له ادخل يا عم برحتك فليه هيدخل يا جماعة لأن تركيزه عالي بره وجوه قليل فهيدخل بفرق التركيز يقوم السوديم يا جماعة عمل هجوم رهيب لجوه الخلية يحصل حاجة اسمها سوديم انفلكس يعني بيدخل جوه الخلية نتيجة لكده أنا عمالة دخل شوحنة موجبة بره من بره الجوه فيبدأ الموجب 30 اللي انت شايفه ده يحصل له ايه يزيد بالضبط كده بدلا ما هو مثلا موجب 30 مثلا يبقى كام موجب مثلا 50 تمام ولا خليها يا سيدي كام موجب مثلا 60 يال ولا تغل عليك موجب 60 طيب وأنا دلوقتي عمالة أسحب ايه عمالة أسحب من الموجب اللي بره يعني موجب 80 دي هتبدأ هي كمان تقل فليكن مثلا هتبدأ تقل لحد ما توصل لكام يا شباب موجب مثلا 25 يبقى تاني اللي بيحصل دلوقتي اللي بيحصل ان الصوديم عمال يحصل له انفلكس يدخل جوه الخلايا فده زود لي الموجب جوه الخلايا وبره اللي للموجب بالبره تعال بقى نحسب فرق الجهد هنا حد كده شاطر يقول لي كم فرق الجهد اه احنا بنحسبه ازاي بنطرح 60 نقص 25 فيها كام فيها تقريبا 35 بس السؤال هنا موجب ولا سالب اه بص كده أنا عندي بره يا جماعة أصري جوه مليام موجب يبقى اصبحت الخلية من جوه موجبه والسالب بالنسبة لي اعتبر هنا بره لانه اصبح الرقم ده صغير الرقم ده كبير يبقى هنقول مع بعض ان الجهد بتاع الخلية دلوقتي بقى اسمه كام بوزت في 35 يبقى باختصار باختصار اعيدها تاني والكلام ده يا جماعة هيتعاد تاني بالتفصيل أسناء شرح المحاضرة بس انا بديك هنا نبزة سريعة ملخص المحاضرة النهاردة ان انت لو فهمت الرسمة دي المحاضرة كده خلصت خلينا بس افهم معاك اللي بيحصل بكل بساطة يا جماعة ان في البداية خالص انا ديورينج الريست مفيش اي مشاكل خالص انا بفرق الجهد سالب 70 عادي مجموعة الشحنات اللي بره اكبر من مجموعة الشحنات اللي جوه حلو او لما حطيت لوكالستيميلاي يعني محفز موضيعي على العصب اللي هو عبارة عن سلك بتاع الايه البطارية اللي انا حطيته بدأ يحطيلي اشارات سالبة هنا والاشارات السالبة اللي انا حطيتها بره بدأ التقالي للقيمة دي قالتها لحد كام قالتها لحد اما خلت فرق الجهد بدأ ما هو سالب 70 بقى سالب 50 يبادية المرحلة الاولى عندي ان فكرة يا جماعة ان بدأت اقرب 3 شولدر الصفر شوية بدأت اقرب سوري البوتينشيال بدأت اقرب فرق الجهد للصفر لحد اما يوصل عندي سالب 50 سالب 55 عند اللحظة دي فيه ووابات موجودة على الممبرين بتحس بالحركة دي بتحس يا جماعة بسالب 55 اسمها ايه اسمها فولتش جيتد صوديام تشانل بوابات صوديام او لما تحس بالحركة دي تقوم فتحة طبعا لما تفتح يقوم الصوديام يهجم كله جوه فيحصل حاجة بنسميها صوديام انفلكس وهنا يا جماعة الموجب عمال يدخل يعبي جوه فيزود الرقم اللي جوه وعمال يقل من بره فالملخص انه لما هاجح سب فرق الجهد هلقيه تقريبا بوزة في 35 يو لو انت ملاحظ انا بدأت بسالب 70 وانتهيت بكام ببوزة في 35 هنا يا جماعة كنا بنقول مع بعض المنبرين في حالة بولارايزد بولارايزد يعني يعني قطبي قطبي يعني من بره موجب وجوه سالب دلوقتي بقى حالة ايه بنقول مع بعض القطبية تعكست هو ما زال قطبي اه بس القطبية تعكست بقى عندي الموجب هو اللي جوه والسالب بره يبقى بسمي الحالة دي ايه دي بولارايزاشن اسمها يا دكتور دي بولارايزاشن يعني التأيون حصل له لص فقط التأيون الطبيعي او بمعنى تانية عكست التأيون اللي كان حاصل دي كده اول خطوة يا جماعة في ال اكشن بوتينشل تمام كده طيب مبدئيا خلينا نشرحها مع بعض و بعد كده نكمل قصة بتاعتنا يبقى مبدئيا تعالى كده نقرأ مع بعض الكلام يعني ايه كلمة اكشن بوتينشل قال لي بكل بساطة يا جماعة ده عبارة عن تغير في الكهرباء اللي بتحصل عندي يا جماعة في الريست ممبرين بوتينشل السلب سبعين ده هيتغير يبقى تغير في الكهرباء بتاعت الريستنج ممبرين بوتينشل ناتجة الايه بقى ريزلت أوف استيميوليشن باي اهم حاجة افكتف استيميولاي يعني انا جبت يا جماعة استيميولوس يعني عامل محفز اهم حاجة يبقى حاجة ايه افكتف حاجة قوية حاجة تقدر توصلني لسلب خمسين اللي احنا قلناها من شوية او سلب خمس وخمسين لكن القصة كلها اللي هنشرحها النهاردة ايونيك بيزيك يعني ايه كلمة ايونيك بيزيك معتمدة على ايونات حركة ايونات سوديم هيدخل بتاسم هيدخل زي ما اشرح لك دلوقتي طيب بنقول مع بعض في حالة الاعصاب اللي احنا بنتكلم عنها اللي بنقول عليها يا جماعة بنسميها نيرف امبالس يعني ايه الكلام ده يعني الاشارة يا جماعة بتتولد في جزء من العصب وبعد كده تنتقل للجزء اللي بعده بعد كده تنتقل في جزء اللي بعده من العصب بعد كده تنتقل في جزء اللي بعده وهكذا فبنسميها الاشارة عصبية او النيرف امبالس هنفق من الكلام ده وسط الشرح متقلقش خالص بس خليني بس بقى فاهم معك دلوقتي ايه هي خطوات الاكشن بوتينش اللي احنا نشرحه ايه هي الخطوات قال لي والله هم خطوتين رئيسيتين هم خطوتين رئيسيتين خطوة اسمها دي بولاريزيشن قلت لك كلمة بولاريزيشن ده اللي هو التأيون الطبيعي يبقى لما ايجا اقول لك بقى دي بولاريزيشن يعني ايه يعني عكس التأيون عكس التأيون بدلا ما يبقى بره موجب وجوه سالب عكسته خلاص طيب هل ينفع سيبه كده ينفع سيبه معكوس ما ينفعش لازم ارجع ادخلية في الحالة الرسل بتاعتها فبقى اعمل حاجة اسمها ري بولاريزيشن اللي هو استعادة التأيون من جديد الخطوتين الاساسيتين يا جماعة بس هنلاقي مع بعض ان فيه خطوتين بعدهم حاجة اسمها افتر دي بولاريزيشن وحاجة بنسميها افتر هايبر بولاريزيشن هنفهم يعني ايه دلوقتي خلينا بس نصلي على الحبيب عليه الصلاة والسلام والرسمة دي يا جماعة هي الرسمة اللي احنا مطلوب من اننا نبقى فاهمنها ورسمنها على الاخر الفيديو ركز معاي اول حاجة معاي خطوة اسمها ايه دي بولاريزيشن لو انت بسيت معايا في الصورة المفروض ان ديورينج الريست ديورينج الريست الخلية بنقول عليها ايه بنقول عليها بولاريزد بنقول عليها ايه بولاريزد يعني يا شباب بولر يعني من بره موجب ها ومن جوه سالب يعني باختصار كده ديورينج الريست كام سالب سبعين نيجي بقى لما هعمل دلوقتي دي بولاريزيشن وانا بشرح لك هيحصل هتتعكس الاية هتتعكس هتلاقي جزء بقى سالب عندي بره وجزء بقى عندي موجب يبقى هنا بسميها ايه بسميها اكشن بوتينشيل او بسميها بقى ايه دي بولاريزيشن فقدت التأيون الطبيعي بتاعي الحتة دي كده دي بولاريزد والحتة دي كده لست في الرست بتاعتها لسه سليمة لسه ما حصل لاش حاجة خلاص طيب ازاي بقى حصل الكلام ده تعال نفهم مع بعض كده قال لي اول حاجة الدي بولاريزيشن زي ما قلتلك وعبار عن ايه لص للنورمال بولاريزد ستيت انا فقدت يا جماع الحالة الطبيعية للعصب بتاعي بدلا ما كان زي ما قلتلك بره موجب وجوه سالب لا انا فقدت الموضوع ده خالص بنقول عليها ريفيرسل بولاريزي ريفيرسل بولاريزي يعني عكست القطبية عكست القطبية طيب بنقول مع بعض ايه هنا بيحصل دي كريز في الديفرنس بتوين الاوتر اند الانر سيرفز من امبرين بيبدأ يقل يا جماع فرق الجهد ما بينهم لحد ما يدخل للصفر وبعد كده يبدأ يطلع باتجاه الواحد ويطلع باتجاه الـ 35 طيب ايه المراحل بتاعتها اول حاجة لازم افاهم يا جماع الميكانزم ركز معي او اولا بيقول لي العقم هيتغير من سالب سبعين لحد كام بوصت في 35 يبقى موحات الديفرنسيشن دي هيحصل فيها ايه ان الكهرباء اللي موجودة على الخلية هتنتقل من سالب سبعين لحد ما توصل لموجب 35 ازاي قال لي والله احنا معتمدين بشكل اساسي على اخونا الصوديم هو اعتماد كلي على عمك الصوديم إلا هيحصل على توص معي كده ها اول حاجة بنقوم مع بعض يا شباب ادي العصب بتاعنا تمام خلينا نرسمه فوق ولا حاجة ادي العصب بتاعنا يا شباب قلتلك اول خطوة خالص اعمل ايه اجيب سلك الكهرباء سلك الكهرباء ده هيعمل ايه هيحط شوية شحنات ادي خالص موجب برة والسالب جوه هيحط شوية شحنات سالبة برة الشحنات السالبة اللي احطها برة دي يا جماعة هتخلي يحصل حاجة اسمها Local Response يبقى سلك الكهرباء يا جماعة بيعمل حاجة اسمها ايه Local Response او بنسميها Great Potential لو انت فاكر المحاضرة اللي فاتت Local Response ده كان مثال على Great Potential اللي هو الكهرباء الضعيفة الكهرباء الضعيفة اللي ممكن تحصل على الخلية مهم ليه بقى لان انا قدر تحول من سالب 70 لحد سالب 63 تقريبا يبقى اول خطوة عندنا اللي هي Slow Depoderation اللي هو الديب وردشان بس بطيء خطوات بطيء قليل تحصل منذ اطول وهي اول مرحلة منها اللي هي من سالب 70 لسالب 36 هنا يا جماعة نتيجة ايه اللي due to effect of cathode ايهو الكاثود ده ده عبارة عن السلك بتاع البطارية اللي بيجيب اشارة سالبة انا عندي حاجة اسمها كاثود وحاندي حاجة اسمها أنود الكاثود هو اللي جايب للايه الاشارات السالبة من البطارية المهم فبيحصل يا جماعة حاجة بنسميها بسف بسف هل انا احتاجت بوابات هنا هل انا عملت يا جماعة فتحت بوابات واحتاجت طاقة وكلام من ده الاجابة لأ ليه هي مجرد بس الكهرباء نفسها اللي جايه عن طريق السلك لعبتلي في الاشارة بتاعة الممبرين وبعدين هتبدأ تفتح بعض بوابات السوديم نتيجة اللعب ده يا جماعة بعض بوابات السوديم هتبدأ تفتح ونتيجة بداية فتحها هيبدأ السوديم يهرب حبة حبة جوة الخلية هه يبدأ يبوز اكتر وكتر فبدأ لما تبقى سالب ستة وثلاثين او ثلاث سوديم ثلاثة وثلاثين هتبقى اقرب للصفر شوية وتبدأ تزيد اللي هو سالب خمسة وخمسين واو لما توصل عند سالب خمسة وخمسين ده بنسمي ايه بنسمي الفايرينج ليبل او الفري شولد وهقولك لدي الوقت بس عايزك تبقى فاهم هو انا يا جماعة وصلت ازاي لحد سالب خمسة وخمسين شوية قنوات سوديم ساعدتني يبقى هنا شوية بوابات اتفتحت فالعملية دي اكتف اكتف دي بوضرايزاشن اللي هي المرحلة اللي بدأت تفتح فيها ايه بدأت تفتح فيها بوابات طيب ركز في الحتة دي اول ما هيوصل عند سالب خمسة وخمسين اول مامبرين هيوصل عند سالب خمسة وخمسين بوابات السوديم اللي انا قلتلك عليها اسمها فولتج جيتد كالسام تشانل سوديم تشانل اناسف بوابات بتحس بالكهربا وتفتح بوابات سوديم هيبدأ السوديم مرة واحدة يدخل هيبدأ مرحلة اسمها ايه رابد دي بوضرايزاشن فجأة يا جماعة السوديم هيدخل مرة واحدة جوه الخلايا ويقوم زودلي البوتينشيل من سالب خمسة وخمسين لحد موجب خمسة وثلاثين ودي اعلى قيمة انا وصلتها فبسميها الاوفرشوت بسميها ايه الاوفرشوت ليه يا شباب نتيجة ان حصل فتح فجأة لكل بوابات السوديم يبقى تاني عندي قيمة سالب تلاتة وستين اسمها ايه اسمها لوكال رسبونس طب سالب خمسة وخمسين اسمها ايه اسمها فايرينج ليفل يعني ايه كلمة فايرينج ليفل يعني الليفل اللي حصل عنده الحريقة النار واللعت فجأة اللي هو الليفل يا جماعة اللي اول ما اوصله كده كل بوابات سوديم هتفتح بعدها عشان كده بقولك ده ليفل الحريقة ده الليفل اللي بسميه ثري شولد بوابات الصوديم فيبدأ يا جماعة فرق الجهد يوصل من سالب 55 إلى موجب 35. تعال بقى نبص على الرسمتي عشان نفهم أكتر. بص يا سيدي. أنا ده كده. إيه فرق الجهد. مقياس فرق الجهد. خلاص ده كده سالب 70. كل ما أطلع لفوق أنا بقرب للصفر وبعد كده هوصل لحد إيه موجب 35. طيب الكهرباء ده كده المدة الزمنية ده التايم على محور إكس من تحت التايم. طيب في البداية خالص أنا حطت استيميلوس. كهرباء. الكهرباء دي على ما بدأ التأثر عندي. على ما بدأ التأثر يا جماعة في العصب. بدأت إنها تدي إشارة هي. بص كده إلي حصل. أول حاجة. الإشارة بدأت تطلع من سالب 70 لحد كام هنا ركز معايا. لحد سالب 63. سالب 63 اللي للحتة دي يا جماعة بنسميها إيه؟ بنسميها Local Response. ده كل ده بسبب إيه بسبب يا دكتور إن السلك الكهرباء نفسه. سلك الكهرباء اللي جايلي من بره. بدأ يحط إشارات سالبها على سطح الخلية. تمام؟ بدأ تساعده شوية بوابات سوديم هتدخلي سوديم لجوه. يبقى يبدأ يحصل شوية Slow Sodium Infrax. فده اللي هيوصلني لحد كام لحد سالب 55. أو لما هوصل عند سالب 55 هفجأة هيحصل Rapid Sodium Infrax. فجأة السوديم كله هيدخل جوه الخلية مرة واحدة. ليه شبه حصل الحركة دي؟ لأن أنا قلت لك عند الخمسة وخمسين سالب 55 دي بسميها Firing Level. لو أنا وصلت لها كل بوابات سوديم لشأنها هتفتح مرة واحدة. فيبدأ يحصل لها جماعة سوديم انفلقس بكمية كبيرة جداً. فيقوم معاكس البولاريتي تلاقي إن طلعت مرة واحدة لحد كام بثرعة لحد بصد 35. لذلك المرحلة بنسميها Slow Depolarization. ثم المرحلة اللي بعدها اسميه Rapid Depolarization. خلاص كده يا شباب. ده باختصار أول عملية معانا أول خطوة فهمناها. طيب حد كده يسألني سؤال أنا كامل قيمة يا جماعة اللي اتحركتها. يعني عشان أوصل من سلب سبعين لحد موجب 35. أنا أضعت مسافة قد إيه؟ كم قيمية القهرباء يا جماعة؟ كم فرق الجود اللي حصل دلوقتي أثناء لو جاني نحسبها نلاقيها 105. إزاي يا دكتور تعال كده نحسبها مع بعض. من سلب سمعين لصفر كام؟ سبعين. ومن صفر إلى 35. 35. يبقى باختصار سبعين زائد 35 يا جماعة كام 105. يبقى ما أطلق بطش الله يبارك لك لما أسألك سؤال في الامتحان. كلمة ماجنيتيود يعني إيه؟ يعني قوة الإشارة. قوة يا جماعة الأكشن بوتينشيل. قوة الديب وطريسين اللي حصلت. فقوتها بتعبر عن طول الكرف. كام طول الكرف اللي أنا وصلت له من سرب سبعين لموجب 35 يبقى حوالي كام 105. هذا اسمه الماجنيتيود. قوة الإشارة. تمام؟ يبقى ما نقول عليها بص مكتوب عندك. The result is the action potential having magnitude كام 105 ميلي فولت تقريباً. اللي هو من سلب سبعين لحد موجب 35. مفهومة كده؟ طيب. بص هنا معلومة ملخصة الكلام. ملخصة الكلام اهو. As result. يعني في النتيجة في الآخر خالص. حصن عندي sudden sodium influx. فجأة السوديم دخل جوه الخلايا. بدأ الميمبرين بوتينشل يا جماعة بسرعة يوصل لحد الصفر. ومن الصفر بدأ يعدي لحد ما وصل للأوفرشوت. الأوفرشوت اللي هي كام قلنا موجب 35. وبالتالي أنا كده عكست البولاريتي لأنني كنت سالب وبقيت موجب. مفهومة؟ طيب. يبقى ملخص ما سبق عشان نكمل عليه دلوقتي يركز معايا. ها. ادي العصب بتاعنا اهو. تمام؟ قلنا مع بعض إيه اللي موجب وسالب during rest. والله لما أنا بتكلم during rest يا دكتور. يبقى المفروض من بره هنا موجب. صح؟ ومن جوه سالب عشان كده فرق الجهد كام سالب 70. أنا بكل بساطة عملت ايه؟ بكل بساطة جيت زي الشاطر. معلش يا جماعة خلينا نظبط بس سالب 70 اهو. طيب. أنا بكل بساطة بساطة سوري. جبت ايه جبت بطارية. والبطارية دي طلعت منها الكسول بتاعها. اللي هو السلك اللي بيجيب شحنة سالبة. وحطته على العصب بتاعي. بدأ ان هو يجيب شحنة سالبة على بره. طبعا مع شوية الموجب اللي موجودين. فبدأ ان هو يلعب في فرق الجهد. بدأ لما يبقى الفرق سالب 70 بقى كام قلنا. بقى تقريبا سالب 63. تمام؟ بسبب الحركة دي بدأت شوية بوبات من الصوديم تفتح. وادخل صوديم جوه الخلايا. الصوديم يا جماعة لما بدأ يدخل جوه الخلايا. بدأ يزود البوست في جوه. يعني بدأ برضه يلعب في البوداريزيشن ويبوزه. في سالب 55 بقى فجأة كل بوبات الصوديم تفتح مرة واحدة. ليه يا شباب؟ عشان دي اسمه الفايرينج ليفل. هو ده ليفل اللي عندها. خلاص كل بوبات الصوديم بتحس بالكهربا وتقوم فتحه مرة واحدة. فبقى التالي الرقم يوصل لحد موجب كام؟ موجب 35. يعني يا دكتور كلمة موجب 35 دي. معناها ان اصبح من جوه موجب. ايوه ومن بره سالب. الله ينور عليك. فيه مشكلة حد لوقتي؟ طيب الحالة دي يا جماعة مش مستقرة بالنسبة لي. ماينفعش العصب يفضل في المرحلة دي. لازم يا جماعة الحتة بتاعة العصب دي. تبدأ انها ايه ترجع للطبيعي مرة تانية. طيب ارجعها للطبيعي ازاي؟ بسيطة. مش انت بتقول للصوديم يا دكتور عمال يدخل جوه. صح؟ طلعوا تاني. طلعوا تاني. ايه المشكلة يا دكتور؟ طلعوا تاني. قالك ماينفعش يا حبيبي. ليه يا دكتور؟ ما عشان يا جماعة الصوديم كتير جدا بره. انت جنابك عايز ترجع للصوديم عكس التركيز؟ عكس التركيز؟ ماينفعش مفيش حاجة اسمها تفتح بابات صوديم. فترجع لك عكس التركيز. اه انت دخلت صوديم جوه بس استل برده بره كتير جدا. ما زال الصوديم بره كتير جدا. فللأسف يا جماعة بش هنقدر نطلع على الصوديم ده. اتحبس عندي جوه. هاضطر يسيبه معايا شوية. طب والحل. الحل انا عايز ارجع يا جماعة موجب 35 دي ترجع تاني طبيعية. اه اضحب اخوه. مين اخوه؟ البوتاسيام. مش البوتاسيام كتير جوه؟ اه يعني انا لو مضرد بس فتحتلو شوية بوابات. هيعمل ايه؟ هيهرب بسرعة. ولما يهرب انا كده يا جماعة باطلع بصطف بره. يبقى انا برجع البصطف تاني بره. وبالتالي يرجع تاني جوه سالب. يبقى انا كده رجعت الحل للطبيعي ولا لأ؟ رجعتها. يبقى مين بقى اللي رجعها للطبيعي هنا واستعنت بيه؟ البوتاسيام. يبقى تاني خطوة معايا تركز معايا. تاني خطوة معايا في الاكشن بوتينشيل. بنسميها اعادة التأيين. بكل بساطة اللي حصل يا شبه في الرسمة دي. ان لما وصلت الموجب 35. الخلية قررت انها ترجع للطبيعي مرة تانية. قلت لك ترجع للطبيعي ازاي؟ انا معكوس الدنيا معكوس عندي. قال لك بسيطة. طلع يا عم السوديام زي ما دخل زي ما طلع. ويدر ما دخلك شر. لا هو للأسف يا جماعة الشر هيفضل قاعد معانا شوية جوه. ليه؟ عشان ما اقدرش اطلع سوديام عكس التركيز. طيب اطلع مين قصدها بقى عشان اتخلص من الموجب اللي جوه ده؟ اطلع مكانها بوتاسيام. فيبدأ البوتاسيام يهرب او لما افتح له البوابات بسرعة. بس هيفضل يهرب يهرب يهربًا لحد ما هييرجع يا جماعة بى هذا المنظرirrelم اعندت ان سوف أكبر اجاب سالب 70. لكن اخد بالك.. المفروض اني ابدأ أولا ما اقرب لسالب 70 او لما اقرب يا جماعة انا ذلك حنصل بروض Еще makin 75 10. ومن سلب 55 أرجع إلى سلب 70 صحي كده؟ للطبيعي طيب أول ما وصل إلى سلب 55 لازم أبدأ أقلل البوابات أخفف البوابات بتاعة البوتاسيوم أبدأ أقفلها شوية شوية ليه يا دكتور تقفلها؟ ما إحنا انتفقنا مع بعض يا جماعة أنت لو ما قفلتهاش لازم أقفلها ليه؟ عشان أول ما وصل إلى سلب 70 أوقف على طول فهبدأ أقفل شوية بوابات بوتاسيوم حلو؟ طيب هبدأ أقرب لحد السلب 70 أول ما وصلت إلى سلب 70 مفروض بسرعة أقفل البوابات عشان أثبت الرقم عند الرقم ده قالك فيه مشكلة هتقابلني يا دكتور البوتاسيوم بيستمر في الهروب فيه شوية بوابات بتتأخر يا جماعة في القفل فيش بوق شوية بوابات لبوتاسيوم فتتأخر في القفل فبدأ لما مفروض كنت أقف عند سلب 70 للأسف هقف عند سلب 90 يعني إحنا كده عكنا الدنيا تاني بس عكناها في الاتجاه التاني تركز معايا يبقى أنا المفروض كنت بطلع بوتاسيوم بره قربنا لسلب 70 وجلنا نقفل البوابات مقدرناش ملحقناش ملحقناش البوابات بطيئة فما بسبب أن البوابات بطيئة قال الرقم زاد مننا شوية وشطح عند سلب 90 فده بسميها يا جماعة الرقم ده بسميه هايبر بولاريزيشن بش أنا هنا يا جماعة عند سلب 70 رجعت البولاريزيط طبيعي طيب بس أنت هنا زودت الموضوع سوءا يبقى بسميها ايه هايبر بولاريزيشن يبقى هنا أنا عملت دي بولاريزيشن ثم هنا عملت ري بولاريزيشن ثم هنا عملت هايبر بولاريزيشن تاني كده يا دكتور معلش يا الله يبارك لنك قولها لنها تاني كده ده يا جماعة أنا هنا عكست البولاريتي عكست الإشارة فبسميها ايه دي بولاريزيشن ثم هنا رجعتها طبيعية مرة تانية يبقى اسمها ري ري يعني أجين يبقى ري بولاريزيشن رجعتها طبيعية مرة تانية بس هنا روح تزودتها كمان شوية زودتها يعني ايه hyper hyper polarization تعالي نقرأ وهنفهم كل ده دلوقتي اهو بص معي اللي بكل بساطة يا جماعة يعني ايه كلمة repolarization ده اللي هو عادي تتأين دي عملية من خلالها بعمل restoring يعني ايه بستعيد استعيد الممبرين potential بتاعي ارجعه للنورمل تاني يبقى باختصار كده بدلا ما هو يا جماعة هذه الخلية هي بدلا ما هو يبقى عباره عن موجب هو وسالب بره بعد عملية depolarization ارجعه تاني للحالة الطبيعية اللي هو يبقى سالب من هنا وموجب من هنا طبعا من الحركة دي ازاي قال لك والله عايزين يتخلص من الموجب ده طلع علي بوتاسيام بره طلع علي بوتاسيام واصبح بالنسبة لنا الطريقة الوحيدة اللي قدر اعمل بها ايه ان انا اوقف دخول الصوديم وروح بسرعة افتح بوبات البوتاسيام اوقف اللي بيدخل وروح افتح ايه افتح البوبات اللي بتطلع فبيقول لي ان انا دلوقتي هرجع من سالب 35 من سوري من موجب 35 لحد سالب 70 قال لي مين اللي هيسعدني في حركة زي دي ان انا هقفل الصوديم انفلوكس هوقف دخول الصوديم عن طريق ان اقفل قنواته وهفتح بوبات البوتاسيام فيبدأ يهرب لبرة فيبدأ عندي حاجة اسمها ايه بوتاسيام افلوكس يبقى الرسمة بتاعتنا هلي بدأها منين ركز كده معايا قال لي يا شباب انا كنت عند موجب 35 بسمي الرقم ده ايه قلنا اوفرشوت هقوم نازل نازل تدريجية وانا نازل تدريجية هنزل لحد الصفر اكيد يعني بسميها ايزو الكتيريكال لاين ولو خط الايه السابت اللي هو الايزو الصفر يعني ده كلم فاضي بعد كده هكمل لحد كام سالب 55 اول ما اوصل لسالب 55 انا كده استعدت تقريبا 70% يعني تقريبا يا جماعة وصلت 70% من الطريق فالمفروض اعمل ايه اخفف معدل بوتاسيام اللي بيدخل او سالب اللي بيطلع يعني لحد اما هوصل للنورمل اللي هو كان سالب 70 فالمفروض اقفل بسرعة البوابات للأسف البوابات بتتأخر فالاشارة يا جماعة تستمر شوية لحد السالب 80 او سالب 90 فنسميها هيبر بوداريز يبقى التسلسل اللي قدامي اهو بتاع اللي هيحصل لي حالا دلوقتي فيه عملية ايه في عملية الريبوداريزيشن ركز في الصورة كده اول حاجة يا جماعة بيقول لي ايه بيقول لي ان انا ها عايز استعيد الريستنج بوتينشيل مرة تانية اميديتلي يعني بسرعة او لما جماعة ما حصل الوفرشوت ووصلت موجب خمسة التالية انا عايز بسرعة رجعها للطبيع مرة تانية عايز بسرعة انزل تاني طيب انزل ازاي بقى قالك والله عندي مرحلتين في مرحلة اسمها افتر دي بولاريزيشن كلمة افتر دي بولاريزيشن يعني ايه مرحلة ما بعد فدي بولاريزيشن مش ده يا جماعة الرسمة لي طلعها اسمها دي بولاريزيشن يبقى لزرقة اللι قدامي هي دي اللي بعدها فدي بيهت هي خلص يا جماعة يبقى عندي مرحلة اسمها افتر دي بولاريزيشن ودي المرحلة اللي انا بسبع idee فيها سبعين في الممية من ايه من البوتينشل من البوتينشيل بتاعي بصي كده او بamus minersette في الرسمة قال لي الافتر دي بولاريزيشن دي او بنسميها فكرتها ان الكيرف يا جماعة نازل باتجاه النيجاتف. هاوصل لحد فين مص كده هاوصل لحد تقريبا سلب 55 وقف. ان هنا ما وصلتش لحد سلب 70. ان هنا قطعت تقريبا تلت تربع المسافة. يبقى ان اضم بعض قطان تقريبا سبعين في المية جماعة من الريستينج ووصلت له. خلاص. المفروض بقى ان المعدل ده بطيء شوية. يعني معدل ده كان بطيء شوية. طيب بعد كده. بعد كده. ابدأ في مرحلة اسمها after hyperbolarization او بنسميها positive after potential. ايقصتها بقى دي. قال لي. المفروض اني هستمر لحد ما وصل لسلب 70. والموضوع يخلص تماما وممشي الكيرف كده. قال لك للاسف بشي حصل الكلام ده. لا يحصل ان الكيرف هيفضل مستمر 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 وينزل معايا تحت السبعين. يعني وصل تقريبا لسلب 80. ليه بقى. ديوتو سلو ريترن بوتاسيامتشانل تو دا كلوز ستيت. تأخر رجوع البوتاسيامتشانل قنوات البوتاسيام الى المرحلات الايقاف. بالنمع بعض دا هيسمح لبرلونج البوتاسيام إفلوكس. هيسمح لشوية بوتاسيام يهربوا اكتر واكتر واكتر واكتر. وبالتالي. انا كده يا جماعة نزلت للنجاتف صايد اكتر واكتر. فبنسمي العملية دي ايه. هيبر بولاريزيشن. اسمها ايه. هيبر بولاريزيشن. هيبقى تاني. لاخر مرة هلهاكة او. انا دلوقتي. اللي حصل بكل بساطة. ان انا في الاول خالص. دخلت صوديم جوه الخلايا. فده خليه البوتينشيال يتعكس. طبعا اذا رجعه طبيعي. قالك خلاص حالو اعمل بوتاسيام إفلوكس. يعني اترد قصاده بوتاسيام. فيبدأ يا جماعة البوتينشيال يرجع بنسبة كام. سبعين فلمية لحد تقريبا سلب خمسة وخمسين. المفروض بعد اللحظة دي. بعد سلب خمسة وخمسين. ابدأ اعمل ايه. اخفف البوابات شوية. فبالتالي بدأت في البوابات. لحد ما وصلت لسلب سبعين. للأسف البوابات اتأخرت في القفل. فللأسف طلعت بوتاسيام اكتر من اللازم. فالرقم بتاعي نزل للسالب تسعين او سالب تمانين. فنسميناها هيبر بولاريزيشن. طيب ازاي بقى هرجع للطبيعي مرة تانية وصلح كل ده. هقول لك دلوقتي. يبقى انا وقفت بس عند مرحلة ان انا ايه. نزلت عند سالب تمانين دلوقتي. ازاي بقى هرجع الخليط الطبيعي. قال لي بكل بساطة هي اخر خطوة بقى بالنسبة لنا. اللي هي السوديم بوتاسيام بوم. طبعا الكلام ده مش عندك هنا او من شال اوليدي. ان دكتورة كان نشانه في النوت. المهم يعني خطوة الاخيرة يا جماعة. بنسميها ري ديستريبيوشن اوف ايون. يعني كلمة ري ديستريبيوشن. اعادة الايونات لمكانها. فكريم من البوابة المسؤولة انها ترجع كل حاجة لمكانها. اه كان اسمها صوديم بوتاسيام بومب. فكريم البوابة دي. البوابة دي جماعة كنما تلاقي صوديم بش في مكانه. وبوتاسيام بش في مكانه وترجعه لبعضه. او ده اللي هيحصل بالزبط يا جماعة. اللي هيحصل بكل بساطة. ان الخلية دلوقتي تركز معايا. الخلية بتاعتك يا ولاد. بعد ان انت الحمدلله صلحت الكهرباء بتاعتها. او يعني صلحتها نسبيا لانها بقت سالب 80 يعني. دلوقتي بقت مليانة جوة صوديم. وبره لمؤخذة ايه؟ بوتاسيام. دي مصيبة. لان انا كده بوصل عكت الدنيا. اه انا استعدت الحمدلله بقى هنا سالب اهو. بقى هنا موجب. وبقى المحصلة كده كام قلنا. سالب تقريبا 80. طيب. قال لي لازم كل واحدة ترجع في مكانها ازاي. كان عندي بوابة موجودة على السلمنبرين. اسمها سوديم بوتاسيام بامب. البوابة دي كانت وصفتها ايه؟ ترجع كل حاجة لمكانها. يعني هاخد السوديم ده يا جماعة. وامسحبه كده وامطلعه بره. واخد البوتاسيام ده. واسحبه كده ودخله جوه. يبقى انا هنا رجعت كل حاجة لمكانها او لا. وانت بترجع كل حاجة لمكانها بقى. هتتعدل الرقم ده وهيبقى سالب 70. بعد ما هتعدل كل حاجة لمكانها. الرقم بتاعك بص الكيرف رجع تاني ايه؟ بص كده او كيرف رجع عند سالب 70. ومش مستقيم خالص اوه. ده باختصار يا جماعة عملية الاكشن بوتينشيل. طيب. لو في حاجة بش وضحة فيها. او حسن الموضوع صعب. احب اطمنك. اولا احنا هنعيدها تاني دلوقت. اثناء شرح الجزء التاني في المحاضرة. تانيا انا هتديك ان شاء الله فيديو. الفيديو ده انا عمله مخصوص رسم. رسم كامل لمراحل الاكشن بوتينشيل من ال الف للياء. رسم فيديو. بارسم لك المراحل. بارسم لك خالية. وارسم لك ايونات تتحرك داخلة وطلعة. تمام. ويعمل لك برضو رسمة بتاعت الكيرف كل حاجة تقدر تبص عليها. تلخص لك المحاضرة كلها في ربع ساعة بإذن الله. تمام. بس برضو خلينا نرجع سريع عن الرسمات اللي عندي دي عشان مهمة جدا. اول حاجة. الكيرف اللي قدامي ده يا جماعة بيلخص لي المحاضرة كلها وبيلخص لي اللي انا قلت لك من الصبح ده. قلت لك اول حاجة ان الخلية العصبية دلوقتي كانت في مرحلة ايه. ريستنج ميموري بوتينشيل اللي هو كام سلب سبعين. طيب السلب سبعين ده دلوقتي اللي مفروض ان عملت ايه. اول حاجة حطيت سلك الكهرباء. اي اي سلك يا جماعة. الكسود ولا القنود بحط الكسود اللي بيجيب اشارة سالبة. فبدأت احط الكسود فالكسود بدأ يطلع اشارة لحد كام اللي حد تقريبا سالب تلاتة وستين يعني طلعت هنا. سالب تلاتة وستين. طيب لما انت طلعت عندي سالب تلاتة وستين ده شوية صوديم بدأوا يفتحوا. فشوية الصوديم اللي بدأوا يفتحوا وصروني لحد كام وصروني لحد سالب خمس وخمسين. بالمناسبة لحد سالب تلاتة وستين ده اسمه لوكل بوتينشيال او جريتد بوتينشيال لش نحن مع بعض المحاضر اللي فاتت. قلتلك لما تحفز الخلية بتحفيز ضعيف اقل من سالب خمس وخمسين يبقى اسمه جريتد بوتينشيال. ثاني لو حفزت الخلية بتحفيز ما وصلهاش لسالب خمس وخمسين ده اسمه جريتد بوتينشيال. فيعتبر بالنسبة لي اللي انا عملته اسمه لوكل او جريتد بوتينشيال لانه عاجة ضعيفة هي. وصلتني لسلم 63 بس المهم هقوم بعدها يا جماعة مكمل بشوية سوديم هيبدأوا يدخله سوديم انفلوكس نتيجة السوديم اللي بدأ يدخل جوه الخلية الرقم هيوصل لسلم 55 الرقم ده بنسميه ايه يا شباب بنسميه ثري شولد ليفل او الفايرينج ليفل اللي هو الرقم بتاع سلم 55 ليه؟ لان اول ما هوصل له فجأة لقيت كنف نط بسرعة كده رابد دي بولاريزيشن حصل رابد دي بولاريزيشن ليه؟ كل بوابات السوديم ها كل بوابات السوديم مالها دخل فتحت فالسوديم بدأ يحصل له افلوكس بكمية كبيرة السوديم بدأ يدخل جوه الخلية بكمية كبيرة جدا وبعدين اللي بسيطة احنا كده وصلنا الكام لبوسط في 35 دي بسميها اعلى قيمة اسمها اوفرشوت ابدأ بقى ارجع كل حاجة لطبيعتها طيب ارجع ازاي مش انت دخلتين لسوديم مخالف طلعوا بر ما ينفعش ليه؟ عشانها عدي حاجة عكسة تركيزها مش هتعدي فقال لي خلاص يبقى نضحي بحد قصدها مين اللي عندنا موجب جوه الخليه نضحي بيه ونرميه بره قال لي البوتاسيام يبقى هوم يبقى مع افل بوابات السوديم كلوجر للسوديم تشانل وابينينج للبوتاسيام تشانل تقوم البوتاسيام يا جماعة فتحة مباشرة كده فيبدأ البوتاسيام يهرب مكان السوديم وبالتالي هتبدأ الرقم يرجع طبيعي مرة تانية بس هيرجع طبيعي لحد امتا؟ اللي بيستمر عندي دي بنسميها اللي هو الافتر دي والريزيشن دي لحد تقريبا سلب خمسة وخمسين لو انا استعادت تقريبا سبعين في المية من الريستينج بوتينشيال المفروض بقى ان انا بعد المرحلة دي هبدأ اخفف البوابات شوية ابدأ اقلل يا جماعة البوتاسيام اللي بيطلع ده شوية شوية طيب بس للأسف لما وصلت لسالب سبعين والمفروض كان البوابات تكون قفرت لقيتها انها تأخرت شوية في القفل يبقى بيقول لي يا جماعة البوابات البوتاسيام بتاعتي remain open استمرت انها مفتوحة حتى بعد ما وصلت تاني لريستينج ليفل مرة تانية حتى بعد ما وصلت لسبعين وعشان كده الرقم ننزل معي لحد كهام سالب تقريبا تمانين خلاص يبقى دي اسمها اسمها ايه؟ بقى عندي مرحلة اخيرة وايه مرحلة بقى ان انا نرجع للمائنا السبعين بالزبط عن طريق الري ديستريبيوشن اوف ايون ري ديستريبيوشن اوف ايون اعادة توزيع الايونات مين اللي يعمل الحركة دي؟ سوديام بوتاسيام بامب ثم السوديام بوتاسيام بامب يا جماعة مطلع السوديام بره ومدخل البوتاسيام تاني جوه فبالتالي هترجع لي البوتينشيل بتاعك ايه؟ عندي سالب سبعين يبقى انا كده خلصت مراحل بتاعتي المرحلة الحمراء اللي قدامك دي اسمها ايه؟ دي بودرزززززن المرحلة البنفسجية دي اسمها ايه؟ بيفكرني اهو اول كنت في الرست اهو بدأت مرحلة مؤقتة هشرحولك كمان شوية بعد كده اسمها مرحلة الديبولاريزيشن اهو مرحلة الديبولاريزيشن على مرحلتين خلاص وبعد كده عندنا لما وصلت بقى عند بوست في 35 بدأت اعمل حاجة اسمها ايه استعادة التأيون عن طريق مين البوتاسيوم إفلاكس في البداية كان سريع وبعد ال55 يا جماعة بدأ يبطأ اهو بدأ يبطأ الرسمة بتاعت بدأت تبطأ المفوض انها كنت توقف عند سلب 70 والحمد لله خرصنا قال لك لا الموضوع هيستمر شوية ويعمل هيبر بولاريزيشن الحتة دي من هنا كده هيبر بولاريزيشن نتيجة ايه نتيجة الديلي كولوجر تأخر من غلاق بوابات البوتاسيوم طي هصلح الموضوع ده بقى ازاي قال لي صلح كله بقى مع بعضه يعني يا دكتور يعني رجعلت بوتاسيوم جوه وطلع السوديوم اللي دخل ده بر فنعمل حاجة اسمها ري ديستريبيوشن اف ايون لو انرجع كل حاجة لمكانها عن طريق السوديوم بوتاسيوم بومب وكده انا صلحت يا جماعة وخلصت كده الأكشن بوتنشل ايه بقى فكرته المؤخذة فكرته يا جماعة ان العصب بتاعك اهو انت دلوقتي عملت أكشن بوتنشل في حتة دي الحتة الباقية كانت سليمة تركز معايا انا دلوقتي عملت أكشن بوتنشل في ايه في حتة دي من العصب الحتة الباقية كانت سليمة مفيش فهم مشاكل او لما يحصل كهربا هنا يا جماعة الحتة اللي جنبها هتحس بالكهربا اللي بتحصل فكرين الصوديم بوباة الصوديام اللي بتحس بالكهربا هتقوم فتحة هتقوم هي كمان مدخرة السوديم فيبدأ يا جماعة يحصل هنا ايه يبدأ يحصل في المكان ده كده اكشن بوتنشل جديد اكشن بوتنشل جديد تكون دي خلصت هتكون الاولينе خلصت ودخلت في الرست حلوة كده تقوم بقى لإيه تقوم مسلمة الإشارة اللي جنبهها فدية كده حملت action potential تقوم دي بعدها مسلمة الإشارة اللي جنبهها يعني برضو هتخلي الحتة اللي جنبهها تعمل action potential وهي ترجع للريست مرة تانية ثم بعد أول ما دي حصل فيها action potential اللي جنبهها تحس فتقوم بدأ تعمل action potential هتكون دي رجعت للريست وهكذا يبقى باختصار إزاي جماعة بتنتقل للإشارة العصبية عن طريق الأعصاب مجرد ما حتة من العصب بيحصلها يعني دي خلاص بترجع الريست الكون دي بازت ثم ترجع الريست الكون دي بازت وهكذا لحد ما وصل لآخر العصب يا شباب تمام كده طيب والعصب يقوم محفز طبعا سودية متشانل موجودة على العصب الجديد فيخلي يحصل فيها اكشن بوتينشل هي كمان ونستمر بقى في السايكل بتاعتنا مفهومة يبقى ده باختصار كده ازاي الاشارة العصبية بتنتقل عن طريق الايه السلك العصبي نسأل بقى نفسنا سؤال مهم جدا هاو تو ريكوردينج ازاي يا جماعة قدروا يسجلوا الاك عشان بوتينشل داوي ايه فعلا فرق الجهد والكلام ده كله قال لي والله عندي جهاز اسمه ايه اسمه الكاثود ري اسكليسكوب اسمه كاثود ري اسكليسكوب اسمه كاثود ري اسكليسكوب من اسمه كده يبقى انا استخدم البطارية بتاعت الكاثود استخدم كاثود وهبدأ احط الجهاز لمقياس واجب العصب بتاعي بص معايا كده في صورة تقريبا لها تحت ممكن اه بص هنا معايا شي دي ياASSمي ليينله الله عشي بص يا سيدي بكز في الصورة اللي قدام اديby على ايدك هنا الصورة دي يا جماعة بتقوللي ايه بتقوللي تقوللي الصورة 1 هنا بتقوللي انا اجيب استيميروس استيميروس دى يعني سلك الكاهرباء اللي انا قلت لك عليه اللي هو الكاثود يبقى انا جلت بسلك ينا كهرباء بدأت اعمل هنا اكشن وبوتينشل في الحتة دي يبقى الحتة دي كده حصل لها اكشن وبوتينشل ما علينا الجهاز الذي يسجل الإشارة فين هو اسمه فولتوميتر الفولتوميتر الذي قلت لك عليه قال لي سنضع الإلكتروديه أدي واحد وهو سنضعه على الخلية و واحد سنضعه الجهة الثانية يبقى لاحظ معي يا جماعة أننا هنا أضع الاتنين في نفس المكان على سطح الخلية من بر أو يعني على الخلية من نفسها يعني على الممبرين نفسه المهم، الآن يا جماعة أنا لما أعمل أكشن بوتينشال في المكان ده اللي هو المكان بتاعت السلك، حلو؟ المفروض أنه هيحصل هنا أكشن بوتينشال، بعد كده هيتحول على الحتة اللي جنبها فبالتالي هيحصل هنا أكشن بوتينشال، ويكون ده رجع طبيعي مرة تانية يبص في الصورة اللي جنبها، اللي حصل إيه؟ اللي حصل أن دي رجعت طبيعية أهي، لكن دي حصل فيها أكشن بوتينشال تمام؟ وبعدين تعال نمشي بالرسمة كده، آه بص كده اللي حصل، الأكشن بوتينشال اللي كان هنا مش عالي بعدها، أهو، عمل في النص بعد كده هيبقى ماشي كمان مرة كمان، يبقى تلاقيه بقى إيه، تحرك كمان مرة أهو، تحرك كمان مرة، ودخل عندي على الإلكترود التاني وبعد كده أكمل في الآخر خالص، أهو آخر مرة هي، شايف عدهم كلهم اهو، يبقى باختصار كده يا جماعة، أنا عندي أكزن اهو، أكزن أنا عايزة إيه دلوقتي، اللي أكشن بوتينش اللي بيحصل عليه فأنا عندي حاجة اسمها إيه، أول طريقة اسمها إيه، باي فيزيك، باي فيزيك يعني إيه يا دكتور، يعني هنطلع عندي رسمتين، بص كده عن ناتج النهائي، بص كده عن رسمة النهائية اللي طلعت معي، رسمتين، رسمة كيرف طلع لفوق، وكيرف نزل لتحت، طب السؤال المهم هنا، إزاي طلعت رسمتين بيش رسمة واحدة يا دكتور؟ لأن أنا عندي سلكين بيسجلوا، شايف؟ سلكين بيسجلوا، أو لما الأكشن بوتينشل هيحصل في الحتة دي، هتسجل عندي أول إشارة، بعد كده الأكشن بوتينشل هيستمر، 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 فلما يسجل عند الإلكترود التاني ده، هتسجل برضو إشارة تانية، مفهومة؟ يبقى تاني، ليه يا جماعة سجلت إشارتين بش إشارة واحدة؟ لأن عندي تو إلكترود بيقيسه، بش واحد بس اللي بيقيس هنا، وفي نفس الوقت برضو قد بالك من حاجة مهمة جدا، قال لي إيه؟ أول خطوة خالص، لو أنت بسط في أول خطوة يا جماعة، الاستيميلوس وعمل أعمل أكشن بوتينشل في الحتة دي، يعني أصلاً قبل ما الأكشن بوتينشل يلمس أول إلكترود، عشان كده بص كده الكيرف بتاعي بدأ موازي للصفر، أو بدأ موازي ما فيش حاجة خالص، الجهاز ما سجلش أي إشارة، أول ما أنا عملت استيميوليشن، ليه؟ لأن ما كانش فيه أي إشارة موجودة في الحتة دي، مجرد بس يا جماعة ما حصل أكشن بوتينشل عند السلك الأول بتاع الجهاز اللي بيسجل الإشارة، اللي هو اللي أنا عليه سي أر او، قال لي يا جماعة بدأ يحصل إيه؟ بدأ يحصل أهو، الكيرف بدأ يترسم، لأن أول ما حصل هنا أكشن بوتينشل في الحتة دي، بعد كده إلا هيحصل دي يا شباب، الكيرف هيترسم عندي، أو لما هنقل الأكشن بوتينشل هنا، كده محدش هيسجل، لا اليمين ولا الشمال، فهتلاقي الكيرف بتاعي مش همستقيم، لأن ما ما فيش أي إشارة الجهاز بيسجلها، ثم بعد كده، بص معايا أهو، شايف لما الإشارة جات في النص، الجهاز إيه؟ مش همستقيم كده على مستوى الصفر، مش ميسجل أي إشارة، بعد كده أول لما الكهرباء هتنتقل على جنبها وتروح ت تحفز الحتة دي كده، هيبدأ السلك دي يسجل، فيقوم رسم يا جماعة كيرف تاني أهو، شايف؟ يقوم رسم كيرف نزل تحت أهو تاني، خلاص، وبعد كده أول لما الإشارة هتختفي منها، وهتروح لوحدها بعيد، هتلاقي الكيرف خلص، وبرده رسمت خط موازن المحور الصفر، تفهوم كده؟ يبقى ده باختصار المراحل بتاعتي، سؤال مهم هنا يا جماعة للأسكية، ليه الكيرف مرة طلع لفوق ومرة نزل لتحت، يعني ليه ما طلعاش عندي كيرفين بالمنظر ده و وخلصنا، ليه مرة تحت ومرة الفوق؟ لأن الجهاز ده يا جماعة قطبين، فيه قطب موجب وفيه قطب سالب، فالسلك اللي بيسجل يا جماعة ده غير السلك اللي بيسجل ده، واحد منهم موجب والتاني سالب وبالتالي واحد هيدي إشارته لفوق والتاني بيدي إشارته لتحت، همفهومة؟ دي حاجة بس تبقى فهمها وخلاص، يبقى باختصار ملخص الكلام اللي جاءوا لتولك ده في الرسم، خلصنا منه، أنا شرح تولك كله، هنقرأه بس يا جماعة عشان أمسك إن أنا بقى عارف إن البايوفيزيك، التو إلكتروت بتاعتي، السلكين بتوع الجهاز اللي بيسجله يا جماعة، محطوطين على الأوتر سيرفس بتاع النرففايبر، كل اتنين محطوطين بره، اللي اتنين محطوطين بره، مش حاجة مغروسة جوه، زي ما كنا أخدنا المحاضرة اللي فاتت، وزي ما أقول لك دلوقتي في اللي بعدها، طيب، بعد كده هلقي الجهاز بيسجل ايه؟ تو ويف، يعني كلمة تو ويف، يعني تو كيرفز، أو بمعنى تاني ايه؟ قمتين، مكتين، سجل م خلاص، واحدة بنقول عليها الأولى بوستف، الأولى بتبقى بوستف يعني اتجاهها لفوق، وفولود باي نيجاتف ويف، يعني ايه؟ بعدها واحدة لتحت بنقول عليها نيجاتف ويف، سيباريت باي ايزو إلكتريكال لاين، مفصولين عن بعض يا جماعة بخط موازل لمحور الصفر، تمام كده؟ يبقى اهو، ده اللي مكتوب عندي اهو فعلا، الرسمة اللي طلعت عندي اهيه، شايف معايا كده؟ قادي بوستف ويف، وادي نيجاتف ويف، مفصولين عن بعض بايه؟ بايزو إلك كلمة ايزو إلكتريكي يعني ايه موازل لقفيمة الصفر، طب بيشوح لي بقى الكلام ده حصل ازاي اهو، قال لك ادرست خالص ما كانش فيه اي بتنشل ديفرنس بيحصل، ما كانش فيه اي حاجة الجهاز بيسجلها، غص وبالتالي الخط اللي هيترسم على الجهاز زيرو، ماشي خط مستقيم اهو، وبعدين قال لي بعد كده هيحصل يا جماعة دي بوضرايزيشن على الفرست إلكترود، حصل هنا اكشن بتنشل اهو، على الفرست إلكترود، فبدأ يتسجل عندي أبوورد د كلمة أبوورد رفليكشن يعني ايه، كيرف طالع لفوق كده، بعد كده يا شباب يقول لي، وين ذا ويف بيقوم بتوين ذا إلكترود، لما الوايف بقت في النص، أصبح عندي البوتينشال ديفرنس اللي جهاز بيسجله صفر، رجع للصفر تاني عشان كده، الكيرف لو انت ملاحظ مش عندي على محور الصفر اهو، ايزو إلكتريكال لاين، بعد كده لما يا جماعة البوتينشال هيوصل عند السكند إلكترود اهو، لاحظ معي ان الكيرف بدأ ينزل لتحت، يبقى بنقوم مع بعض، لما ديبوريزيشن هيوصل للسكند إلكترود، هتلاقي عندي لإيه حصل حاجة اسمها؟ داون وورد ديفليكشن، هتلاقي الرسمة الكيرف بتاعه ينزل لتحت، بعد كده طبعا لما الأكشن بوتينشال هيعدي الإلكترود، هيرجع تاني الرسمة بتريد تحت ترجع تاني للصفر، هذا باختصار كده الرسمة بتاعتني يا جماعة زي ترسمت، وزي سجلت هنا الأكشن بوتينشال اللي حصل على عصب بطريقة اسمها باي فيزيك أكشن بوتينشال، الطريقة اللي احنا شرحناها من الص الصبح النهاردة كان اسمها مونوفيزيك، مونوفيزيك دا اللي هي الطريقة اللي اقلت لك عليها، عندي تو إلكترود، واحد مجروس جوه والتاني مجروس بره، هو بيوس كده اقول لك ايه؟ باي انسيرتنج مايكرو إلكترود انتو دا نيرففايبر، واحد مجروس جوه، وبنقوم مع بعض انت بلايسنج سكند إلكترود اوتسايد اواي فروم دا اي نيرففايبر، يبا اضحز معي المنظر، ادي السلك بتاعنا، اللي هو الأجزون يعني، خلاص، ودي الجهاز اللي هيسجل، والتاني مجروسة ايه؟ مجروسة بره، او محطوظة على بره، فبالتالي الكرف اللي هيطلع يا جماعة هو كرف واحد بس، ادي اول معلومة عرفناها، خلاص، دا الفرق ما بين مونوفيزيك وباي فيزيك، داني حاجة اخد بالك ان الاستيمولاس يا جماعة جهاز لوحده، او بطارية اهي، بطارية، وهجيب الشحنة السريبة بتاعتها هي اللي هو الكاسودة هو، فيبدأ بكل بساطة ركز معي، يتولد هنا اكشن بوتينشل، ثم ينتقل الى هنا، ثم ينتقل لهنا، ثم ينتق من ينتقل لهنا، فلاحظ معي ان الكرفه اول ما هيبدا هيبقي موازنت المحور الصفر او بمعنى تاني موازن الريس تينج ي diyorsunشل، يعني الجهاز عمالي يسجل سليب سبعين سليب سبعين سليب سبعين سليب سبعين سليب سبعين لحد ما الاكشن بوتينشل يوصل هنا، هيبدإ بقائه يسجله هموجب خمس وتح PD Map 35، واولما الاكشن بوتينشل هيرح هنا، هيبدأ ينزل بقى الكرف بتاع اللي ايه، بالكرف اللي احنا ارسلنا من شوية، ينزل ثاني لسليب سبعين مرة جديدة وسليب 80. مفهومة؟ يبقى الاول لما يا جماعة الكيرفة او الاكشن متنشل هيوصل في الحتة دي الجهاز هيرسم الرسمة طول ما انا قبلها يعني انا شغلت البطارية وهتأخر شوية هتأخر ليه على ما الاشارة توصل لحد السلك اللي بيسجل. مفهومة؟ يبقى تعالى بقى نشرح مع بعض الكلام ده. قال لي ايه هي مكونات المونوفيزيك اكشن متنشل اللي احنا شرحناها مع بعض. ادي الرسمة اللي احنا شرحناها مع بعض طول المحاضرة. هو بقى يفصلها شوية يا جماعة بكلام ايه؟ بكلام مفصل. اول مرحلة خالص بص كده معايا. اول مرحلة في الكيرفة هي دي. اسمها يا دكتور الحتة دي كده؟ ليتنت بريود. مرحلة التأخير ليتنت بريود. يعني ايه يا دكتور كلمة ليتنت بريود مرحلة التأخير يعني ايه؟ دي مرحلة تأخرت فيها الاشارة. الجهاز يا جماعة اتأخر في تسجيل الاشارة. ليه قلت لك؟ علم ما الاكشن بوتينشل وصله. وبالتالي يا جماعة بنقول مع بعض ده الطايم الوقت. between the stimulation of the نيرف. يعني بداية لأولى ما حصل تحفيز عن طريق الكهرباء. عن طريق اللي والطارية بتاعتها. ها؟ اولى ما حصل استيميليشن. and start the اكشن بوتينشل. يعني الوقت اللي لازم من الاستيميليشن اللي حصل هنا لحد ما وصل هنا بقى وجهاز سجله اكشن بوتينشل هنا. مفهومة؟ يبقى ده الوقت ما بين الاستيميليشن of the نيرف وما بين الاكشن بوتينشل. طيب ايه اسباب التأخير ده؟ اللي زي ما قلت لك هو بيعبر عن time taken الوقت المأخوز او اللازم by the impulse to travel. انها تنتقل from the side of استيميليشن to the side of recording الكترود. يعني هي هي بتعبر عن المدة الزمنية اللازمة لانتقال الاكشن بوتينشل من هنا الى هنا من مكان الاستيميليشن الى مكان الالكترود اللي بيسجل. تمام وصلت؟ طيب الديوريشن افكتين باي؟ يعني يا جماعة سرعة التوصيل ده اللي بيخلي الرسمة دي تبقى طويلة كده ولا يخليها تبقى قصيرة مثلا كده وخلاص. قال لي هييفرق في سرعة العصب. احنا عندنا فيها جماعة اعصاب سريعة وعصاب بطيئة ودي هناخدها ان شاء الله المحاضرة الجاية. بناء على ايه الاعصاب السريعة والبطيئة؟ بناء على توفاكتور. اول حاجة طبعا اهو الفوليستي بتاعت العصب. اهو الفوليستي الى سرعة العصب. ونتكلم عن ده المحاضرة الجاية. في اعصاب سريعة وفي اعصاب بطيئة وهنفهم لدي دلوقتي. كمان المسافة اللي انا حاطط مبين مبين الستيملوس و مبين الالكترود. يعني انا يا جماعة را حاطت البطارية هنا. وهي الالكترود هنا اللي بيسجل وعندي عصب تاني حاطط البطارية هنا وحاطط الالكترود اللي بيسجل هنا. يبقى من فيهم هتبقى الليتن تبريد بتاعته طويلا? الثاني لأن المسافة تبقى طويلة جدا يبقى بيقول لي إيه العوامل اللي بتأثر في الطول بتاع العلاء الخط داي جماعة أول حاجة سرعة توصيل العصب إنه يوصل الإشارة من هنا لهنا ثاني حاجة المسافة اللي أنت حطتها مبين الاستيميروس إلى البطارية ومبين الايه ومبين الإلكترود اللي بيسجل طيب إيه أهمية يا جماعة أن أنا أصلا أتكلم عن المرحلة دي يعني عم ما كنتش تكلم عنه وخلاص قال لك لا دي من خلالها أقدرت أحسب أو أقدر أحسب يا جماعة سرعة العصب يعني أنا مثلا لو أنا في تكلم في عصب سريع جدا هلاقي القيمة دي صغيرة لكن لو أنا مثلا عملت نفس التجربة بس في عصب أنا عارف أنه بطيء هلاقي المدة دي يا جماعة كبرت شوية قبل ما يبدأ الكرفي يترسم فبالتالي خد بالك الحتة دي مهمة جدا في الامس كيو إيه والجزء يا جماعة في الكرفي اللي بيساعدني في قياس السرعة العصب هو اللي تنتبريد اللي هو الفترة الأولية خالص طيب ماذا بعد؟ المرحلة اللي بعدها لو أنت شايف معي هي مرحلة الـ مرحلة ماذا إي؟ مرحلة مرحلة دي بويريزاشن طيب فاكرين كنت تبقى استمها لإيه؟ أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأث أخاف بسبب البطارية وباعد كده حالب 56 بسبب بعض الباطرية صح؟ لزMerci سأتركون مع بعضها الكلام قال لي المرحلة اللي بعدها أسمته أس ممصب سي 갖 지금 أسبب دي كانت يعني يا جماعة cultures قمة الكيرف نطالع لفوق لحد ما وصلت الموجب 35. يقول لي يا جماعة هي عبارة عن Large Wave. المجنيتود بتاعها لو انت فاكرين 105. لو طول من سلب 70 لموجب 35 حوالي 105. اهو من سلب 70 لموجب 35. ويقول لي انها بتحصل Off Short Duration. يبقى هي ويف طويلة بس سريعة جدا. لو جينا مع بعض نرجع على رسمها هي. لاحظ معي ان الويف الطويلة دي يا جماعة. حصلت في مدة زمنية على الكيرف بتاعي من هنا هي صغيرة جدا. على العكس مثلا ديب والرزيشن اطول شوية. مفوما؟ يبقى المرحلة اللي حصل فيها ديب والرزيشن كانت سريعة شوية. مقارنة ببقية المراحل البقية. يبقى بنون مع بعض انها بتبقى Large Wave و Short Duration. طيب. قال لي بتتكون من ايه؟ بتتكون من ايد طلعة وايد نزلة. صح؟ هو ده السبايك. سبايك يعني القدمة بتاعتنا. الهارم بتاعي. يبقى بنون مع بعض يا جماعة بتتكون من ايه؟ بتتكون من. سلو ديب. أسف Ascending Limb و Descending Limb. يعني ايد طلعة وايد نزلة. اللي هو بنقوم مع بعض. كيرف طالع كده ها؟ وكيرف نازل. اللي هو Depolarization وال Repolarization. طيب. لو جينا نبص مع بعض اول حاجة اللي هو ال Ascending ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن مرحلتين قلنا. Slow Depolarization and Rapid Depolarization. وشحنا ما بعض من شوية. قلت لك عندي اللي سلو لإيه؟ عشان في الاول خالص بيحصل من سلب سبعين لسلب تلاتة وستين. اللي هو ال Local Response بتاع الكهرباء. وبعد كده بيبدأ يحصل Gradual Sodium Influx. شوية Sodium يبدأوا يفتحه. لحد ما يوصلون إلى Three Shoulder اللي هو كام لوسالب خمسة وخمسين. أول ما هوصل للرقم ده. هتبدأ بوابات الصوديم يا جماعة اللي بنسميها Voltage Channel. Sodium Voltage Channel. يعني بوابات بتحس بالكهرباء. هتقوم حسة ان الرقم وصل لحد ايه؟ سالب خمسة وخمسين على الخارجة. ثم فجأة يا جماعة فتحالي بسرعة فتبدأ تقلل لحد كام لحد بوسط 35. فتعكس Polarity أو بنسميها Overshot. تعكس Polarity يعني بدلا ما هي سالب موجب تخليها موجب سالب. و زي ما قلت لك تعمل Overshot. Overshot له موجب 35 اللي هو أعلى قيمة ممكنة. حلو؟ ده كده اسمه Ascending Limble. اللي هو الجزء اللي طالع في الكيرف. طب الجزء اللي نزل في الكيرف ده يمثل ايه يا جماعة؟ يمثل المرحلة بتاعة الربوالرائزيشن. صح؟ يبقى بنقول مع بعض بس احنا بنتكلم هنا على مرحلة الايه؟ اللي هي السبعين في المية. اللي هي الحد سالب خمسة وخمسين بس. يبقى انا عندي حاجة بنسميها ايه؟ بنسميها Represented Major Part of Reboalization. اللي هو حوالي سبعين في المية. لحد سالب خمسة وخمسين بس. من موجة بخمسة وخمسة وخمسين من فوق. لحد سالب خمسة وخمسين بس. دي بقى ساميها Rapid Depodalization. وهي نفسها Descending Limble بتاعتنا هنا. اللي هي يا شباب اللي حصل فجأة كده. Open للبوتاسيوم. للبوتاسيوم تشانل. وClosure للسوديوم تشانل. يعني فجأة فتحت بوابات البوتاسيوم. وقفت بوابات السوديوم. فده اللي خلق كيرفي ينزل بتاعته مرة ثانية. طيب أو لما هنصل هنا يا جماعة عند سالب خمسة وخمسين. هبدأ مرحلة بقى بنسميها After Potential. مرحلة ما بعده. الـ Action Potential بقى. إيه هي بقى. اللي في عندي حاجة اسمها. Negative Potential. وحاجة اسمها بوزتف After Potential. Negative After Potential. يعني بنقول مع بعض. لشانا قلتلك دلوقتي. أدي Ascending Limble طالع. تمام. ودي Descending Limble لحد كام. لحد سالب خمسة وخمسين. من سالب بقى خمسة وخمسين يا جماعة. لحد تقريبا سالب تسعين. أو أناسف سالب سبعين. ده بنسميه Negative After Potential. اسمه يا دكتور. اسمه Negative After Potential. وده بيحصل عن طريق مين. قال لي بيبقى Short Duration. تمام. مدته بتبقى سيارة. وقال لي بيبقى Due to Slow Potassium Flux. نتيجة يا جماعة. ان فيه شوية بوتاسيام. بدأوا ان هما ايه. ينخرجوا. آه بس بشكل بطيء. هنا كان رابد. اللي هو الجرف ده. كان سريع شوية. لكن هنا بدأ. إذا ما انتفقنا موضع قبل كده. يبقى ايه بطيء شوية. بدأ تقفل بعض البوابات. لحد ما وصلت السالب سبعين. ده بنسميه Negative After Potential. خلاص. بنسميه هو. Slow Repolarization. بس نتيجة بقى. ان بيحصل Continuous Excess Potassium Flux. بيستمر البوتاسيام في الهروب. فبنلاقي يا جماعة. الكيرف بتاعي بينزل. من سالب سبعين لسالب تسعين او سالب ثمانين تقريبا في اللونج ده. اهو. من سالب سبعين لسالب ثمانين او سالب تسعين. ده اسمه Positive After Potential. Positive After Potential. ده اسمه CRO اللي هو الكاثود ري اسكيلوسكوب. امتى استخدمه كبيوفيزيك وامتى استخدمه مونوفيزيك. البيوفيزيك لو انا حطيت التو إلكترويد او السايد. يعني الاثنين بره الخلية على صحيح الخلية من بره. وبدأت ان انا اسجل الكهرباء اللي بتحصل على عصد. اما ان انا حط واحد جوه واحد بره. تده يديني بقى الرسمة بتاعت المونوفيزيك اللي عندنا نشحها دلوقتي مع بعض بالتفصيل. تمام كده؟ طيب تبقى بس معنا جزء بسيط خالص خالص نختم مع بعض بالمحاضرة. اولا هو الحتة دي ممكن ما تلاقيهاش مباشرة عندك في النوت. بس يعني ايه مهمة جدا انك تستطيع فاهمها يا جماعة. حاجة بنسميها Mixed Nerve Fiber. او بنسميها Compound Action Potential. يعني كمانت Mixed Nerve Fiber. دلوقتي يا جماعة انا كل اللي بشرح لك من الصبح ده. هو عبارة عن Action Potential في ال Nerve Fiber بس. يعني ايه؟ يعني في الأجزن الواحد. شفت الأجزن بتاعنا كان بيحصل في الحوار ده كله. ادي أجزن اهو. فالأجزن ده كان بيحصل له Action Potential هنا. ثم ينتقل هنا 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 وهكذا بقى. طيب هل ممكن اعمل Action Potential برضه وقيس الكهرباء اللي بتحصل في العصر بتاعي. بس احنا بنكلم هنا على Mixed Nerve Fiber. يعني مثلا يا جماعة حزمة من الأعصاب اللي سميناها قبل كده Nerve Trunk. فكان Nerve Trunk اللي هي حزمة أعصاب حزمة من الأجزن. لحزمة الأعصاب هتطلع كلها نفس الكيرف كده؟ ولا هيطلع عندي أكتر من كيرف؟ مهم جدا انا بقى فاهم انها يطلع عندي أكتر من كيرف. ليه بقى؟ لان يا جماعة الأعصاب لما هنأخذ المحاضرة الجاية ثلاثة أنواع. فيه أعصاب اسمه أعصاب Type A وفيه Type B وفيه Type C. Type A ده سريع جدا في الاستجابة. Type B بطيء جدا في الاستجابة والتوصيل. C أبطأ منهم كلهم. يبقى لازم أخذ بالي من حتة دي يا جماعة. فكرة أن أنا عندي ممكن تبقى حزمة الأعصاب فيها أكتر من نوع. فأنا ممكن مثلا أقوم مدي كهرباء ضعيفة. الكهرباء الضعيفة دي هتحفز Type A. لي يا شباب لأن A ده قوي جدا. بس في المقابل بش هتحفز B ولا C. طب أزود الكهرباء بتاعت البطارية. لها مثلا زودتلي كهرباء بتاعت B بس محفزتش C. طب أزود الكهرباء أكتر هلاقيها إيه؟ جابتلي كمان C. يبقى ألاحظ معي أن الفكرة بكل بساطة. أن H-Type من العصاب بتاعتنا اللي هم إيه و بيه و سي. H-Type يا جماعة لها قدرات مختلفة أو سرعات مختلفة. هم نقوم مع بعض. various in the speed of conduction. اختلاف تمام في سرعة التوصيل. بمعنى. هناخد إن شاء الله المحاضرة الجاية المعلومة دي أكتر. أن كلما العصب كان سميك. ومغلف بميلنشيز كتير. اللي هو غلاف الدوني حواليها كتير. كلما كان يا جماعة سريع جدا في نقل الإشارة العصبية. يبقى كلما كان يا أولاد. العصب بتاعي. أو الحزمة العصبية بتاعتي. والعصب بتاعتي. مغلفة بميلنشيز كتير و سميكة. كلما كان أسرع في التوصيل. عشان كده بقول لك إن طيب إيه ده أسرع واحد. لأنه هو المورثيكر. أو بمعنى تاني هو الأسمك. هو اللي ملين ميلنشيز كتير. البي يا جماعة حوالي ميلنشيز أبس و قليلة. السي هقول لك المحاضرة الجاية أنه لا يوجد أي ميلنشيز حواليه. لذلك هو أبطأ نوع. تمام؟ إذا باختصار. بيطلع عندي يا جماعة الأكشن بوتينشل. ده كلمة اللي أنا أريدها باختصار في الحتة دي كلها. شايف مربع ده كله؟ هو دي بس كلمة اللي أنا أريدها بس. إنك تقولني إن المكس بنيرف فيبر أو بنسميها الكمباوند أكشن بوتينشل. ده بعمله للنيرف ترانك ما بعملهش للنيرف فيبر. ولما أجي أعمله للنيرف ترانك هلاقي طلع عندي إيه؟ ملتبل بيك أكتر من قمة أكتر من قمة. لي يا شباب لأن الأعصاب بتاعي يتكون من أكتر من مجموعة من الأعصاب. بس كذلك أنا أريدك تعرفوا لي وخلاص. نجي بقى نختم مع بعض بشوية أرقام مهمة جدا. أكشن بوتينشل أوف ذا سكيلتا المصل. إحنا من الصبح يا جماعة من الصبح عملين نشرح في إيه؟ فأكشن بوتينشل بتاعي على الأعصاب. أهو بص معايا كده. ده كده موتر نيورن أكشن بوتينشل فيه. كنت ببدأ من عندي سلب سبعين. أضرب 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 لحد ما وصل لحد سلب خمسة وخمسين. قبل ما وصل لسلب خمسة وخمسين ده من سميه تري شولد بتاعنا. وانفجأة ضارب لحد كان بصد في خمسة وثلاثين صح؟ ده كده اسمه نتيجة الصديام انفلوكس. وبعدين أقوم نازل بالريبوليزيشن. ريبوليزيشن لحد سلب خمسة وخمسين بسرعة. وبعد كده الطريقة سلو لحد سلب سبعين. وبعد كده هيبر بوليزيشن لحد سلب ثمانين. وبعد كده ريد ديستريبيوشن. قاعدة توزيع أيونات أرجع تاني طبيعي بقى سلب سبعين. يبدأ العصب اللي احنا شرحناه بالتفصيل النهاردة. وما البقى العضلة؟ العضل لو انت بسط في الكيرف هي تقريبا نفس الخطوات بس اختلاف في الأرقام. يعني شايف انا بدأ منين؟ بدأ من تحت خالص من عند سلب تسعين. يبقى اول حاجة يا جماعة. بدأ من عند كام سلب تسعين يبقى ده الريستج ويبقى دينشل بتاعي. بعد كده هطلع عندي ثري شولد اللي هو يبقى كام؟ هيبقى تقريبا برده خمسة وخمسة وخمسة كده. تمام كده؟ وهفضل طالع بقى يا معلم طالع 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 لحد مئة وثلاثين. او مجموعة الشحنة سورية انا اسف مئة وثلاثين. هنا كان مئة وخمسة. هنا هيبقى مئة وثلاثين. يبقى هفضل برضو طالع لحد خمسة وثلاثين. من عندي هنا هيبقى هنا تقريبا خمسة وثلاثين وهنا تسعين. فالفرق ما بينهم حوالي كم هيبقى تقريبا. هيبقى تقريبا فرنجة 130-135 فرنج ده يبقى لاحظ معي هيبقى فرنجة يا جماعة من الاتتيود أو المجنيتيود أنا آسف المجنيتيود اللي هو طول الإشارة بتاعتي هتبقى حوالي 130 لكن في العصب كان كام اللي هو العصب بتبقى 105 بس اللي هو من سلب 70 لحد موجب 35 كان ايه كان 105 العضلات بقى لها الاسكريتا المصل وعضلات الهيكلية بتبقى لحد ايه موجب 30 المدة الزمنية اللي هزمة يا جماعة للأكشن بوتينشل عندنا هنلاقي ان في العصب بيحصل بسرعة لان العصب يا جماعة وظيفته الاساسية نقل الإشارة بسرعة لكن العضلة بيبقى قبطأ شوية بيبقى من 3 إلى 5 ميلي ساكن طيب وبالتالي كمان عندي بيقول لي هنا ايه يعني المدة اللي بيحصل فيها يا جماعة هنا بلاقيها قصيرة لكن هنا بلاقيها طويرة بص كده في الرسمة اهو بص كده معي دي الافتر بوتينشل اهو شايفين الافتر بوتينشل بتاعتنا يا جماعة صغيرة ازاي مدتها الزمنية قصيرة لكن هنا يا جماعة الافتر بوتينشل شايف 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 هذا هنا الا لاحظ معي دي كل الحتة يسمي دي السماء الافتر بوتينشل هنا فبالتالي يا جماعة الافتر بوتينشل هنا ايمالها ص Very packet ثاني حاجة السرعة the velocity بتاعت النقل العصبي طبعا احنا بنكلم على العصاب العصاب يا جماعة سريع جدا في التوصيل يكون 120 متر في الثانية العصاب سريع جدا أما العضلات الهيكلية بتبقى يا جماعة تقريبا بطيئة شوية من 3 إلى 5 ميلي في التالي السنية يبقى باختصار دي بس مجرد أرقام أبعرفها عن الاسكليتر مصل بش الكاردياك وبش الاسموس إن شاء الله تأخذ الكلام ده في المحاضرات السنوات الجاية ترمات الجاية إن شاء الله تأخذ الكاردياك مصل الترمات الجاية وإنت بتأخذ مديول الكارديو لكن احنا بنكلم هنا على الاسكليتر مصل أرقامها شبيهة أرقامها شبيهة مع هذا حاجة واحدة مهمة أهم حاجة ننسياش الريستنج بتاعها كام سالب إيه سالب تسعين الفيرينج ليفل بتاعها مقارب تقريبا للعصب يعني بنقول مع بعض سالب خمسين تقريبا لما أجي أحسب المجنيتيود هلأ إيه كام مئة وتلاتين المدة الزمنية بيأخذها أطول الأفتر بوتينشيل بتاعها أطول الفوليسيتي أبطأ بالنسبة لي مفهومة كده يا جماعة يبدأ باختصار المحاضرة اللي معانا بعنوان أكشن بوتينشيل يبقى بنائنا على سبق لو أنا حبيت ألخص لك المحاضرة كاملة في خمس دقائي ركز معاي ركز معاي شان نرخص القصة كلها اللي احنا حكيناها النهاردة قادي العصب بتاعنا يا جماعة خلاص لأن نرسم عصب طويل بالمنظر كده عشان ناخده من أول وآخر كده خلاص كل ما نحكيه بيحصل في حتة معينة في العصب وبعدها الحتة دي تحفز اللي جنبها والحتة دي تحفز اللي جنبها وهكذا بس أنا طبعا مطولة الرسم عشان نعرف نرسم لك كل المراحل في نفس الصورة أول حاجة خالص الخلية يا جماعة في مرحلة الرسم بتاعتي يعني ايه في مرحلة الرسم تقولنا يعني مقدار الأكشن وتنشيل بتاعها كام أو الفرق الجهد السوري سليب سبعين اللي هو بنسميه رستنج من رب وتنشيل يعني باختصار بيبقى ايه بيبقى من بره موجب ومن جوه سالب حلوة كده ده كده أثناء الرسم خلصنا قال لي بكل بساطة لو أنا جبت بقى استيميروس الاستيميروس ده عبارة عن إيه عبارة عن بطارية والبطارية دي بيطالع منها سلكين كاسود وأنود أنا هاخد الكاسود بتاعها اللي بيجيب الالكترونيات سالبة وحطه على رسطها الخلية فمجرد ما هعمل الحركة دي السالب سبعين دي هتبقى كام برضو هتفضل سالب بس سالب تلاتة وستين ده بسميه كده لوكل رسبونس بعد كده ده هيسمح لشوية سوديام ان هو يدخل جوه فبالتالي ده هيوصلني الكام لسالب خمسة وخمسين مجرد ما هوصل لسالب خمسة وخمسين ده اسمه فايرينج ريفل يعني ايه يا شباب فجأة السوديام هيبدأ يدخل بكميات كبيرة جدا من جوه من بره الجوه فكده السوديام بدأ يتعبق كميات كبيرة يا جماعة جوه الخلية فبدا لما المفروض تبقى عندي جوه سالب وبره بسطف اتقلبت الآية وبقى عندي جوه موجب وبره سالب ده جدا اسمه ايه اسمه دي بولاريزيشن اسمه ايه دي بولاريزيشن حلو قوي طب في اللحظة دي بقى انا الخلية بدأت تشتكي تقولك انا عايزة بقى ارجع للحالة الطبيعية بتاعتي ارجع بها ازاي بسيطة طلع ليه دخلته قالك مش هقدر للأسف ليه بس مش هنقدر قالك لان انا مقدرش هطلع على السوديم عكس التركيز بتاعه لان تركيزه مازال عالي بره يا جماعة مازال تركيزه عالي بره فبالتالي الحل عمل ايه قالك الحل بكل بساطة هتلين البديل اللي هو مين البوتاسيوم مش انت عندك بوتاسيوم موجب كتير حلو افتح له بواباته هو اصلا حيب يطلع لبره لان تركيزه بره قليل فيبدأ البوتاسيوم يا جماعة عمله يهرب بكميات كبيرة جدا مرة واحدة كده فيبدأ ينزل الرقم اللي كان وصل المفروض هنا لموجب 35 ماعريش فين نرجع لأزل الأمارة تانية لموجب 35 الرقم اللي كان يا جماعة وصل هنا لموجب 35 هيبدأ ان هو ايه يرجعه لي التاني بقى هنا يرجعه لي لحد كام سالب 55 تدريجيا الاول بدأ ينزله وصله لسالب 55 وقتها هبدأ اخفف شوية السوديم اللي بيطلع اخفف شوية السوديم اللي بيطلع فهيبدأ الجماعة ينزل لحد سالب 70 المفروض اقفل بسرعة باش هل حقفل هتستمر شوية سوديم بوتاسيمن اناسف ان هو يطلع لبرا هستمر شوية بوتاسيمن ان هو يطلع لبرا وبالحالة دي هوصل لكام لسالب 80 يبقى المرحلة دي يا جماعة اسمها ها رابد ريبولريزيشن من 35 لسالب 55 رابد ريبولريزيشن ثم من سالب 55 لسالب 79 اللي هو بنسميها سلو ريبولريزيشن بشكل بطيء حصل ريبولريزيشن ثم بعد كده من سالب 70 لسالب 8 اسمها هيبربولريزيشن عديت اصلاً السالب 70 فسمها هيبربولريزيشن تمام كل الجزء دع игра بعضه كده بسميه افتار بوتينشيل اسموا ايا شباب افتار بوتينشيل الأولين بسميه نيجاتف افتار بوتينشيل والبعده بسميه بوطيف افتار بوتينشيل المهم وبعدين خلاص انا كده کده خلصت خلصت كده يا دكتور كل واحد لمكانه ازاي? وكل بساطة كان عندي بوابة هنا جميلة على السلم او لما هتلاقي البوتاسيوم كتير بره كده والصديم تلاقيه جوه كتير تبدأ تسحب كل واحد ترجعه مكانه هتاخد ده بره كده وتدخل ده جوه كده ويبقى كده يا جماعة الصديم بوتاسيوم بامب اللي بتستغل بالاتب عشان تقدر تحرك عكس التركيز تبدأ انه هتطلع كل واحد في مكانه ويبقى كده انا خلصت الاكشن بتنشل على جزء في العصب يعني لو ده ده العصب بتاعي اهو لنرفوفايبر بتاعنا اهو فكل ده حصل في الحتة دي الحتة دي بقى هتنقل للحتة لجنبها حتة لجنبها هتنقل لحتة لجنبها ويكذا لحد ما الاشارة توصل لحد اخر العصب واخر العصب زي ما اتفقنا مع بعض بقى يحصل ريليز للأستايل كولين او النور ابنفرن من نهاية العصب والكلام بقى اللي شرحناه مع بعض في محاضرات السنباستيك والبر السنباستيك اتمنى كده ما كنتش طاولت عليكم ويلقاك في المحاضرة الجاية ان شاء الله تبقى محاضرة لزيزة وبسيطة وصغيرة بالتوفي ان شاء الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة